السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه بنتكلم دلوقتي عن الوحدات المترية. اه لو عايز اخلي الوحدات المترية اه موجودة لو اشتغل بيها ببيض التصميم بالمليمتر. بروح لابليكيشن مينيو. وبعدين بروح لدروينج يوتليتز. ثم اليونيتز. هنا بلاي الواحدة او البوصة لان عايزة بالمليمتر. وبعدين اداز اوكي. اه ده كده في بيئة التصميم الواحدة بالمليمتر. طب افرض عايزة اطبع الرسم بتاعي. بروح للطباعة. اللي هو الجزء الخاص بالطباعة. بلاقي هنا الواحدة بالانشز. ما تغيرتش لسه. يبقى انا مش مش شغلت كده بواحدة في كل اجزاء العشان اتخلص من الموضوع ده. الافضل ان انا ببتدي آآ انشئ ملف بيتعامل كله على بعضه بالواحدات المترية. ازاي? بعمل نيو. دروينج. اه في عندي ملف آآ تيمبلت. دروينج تيمبلت من النوع اللي هو آآ اكاد ايزو. وده ملف بيتعامل بالواحدات المترية. اضغط اوبن. ده بيتعامل لوحدات المترية من الاساس. يعني لو رحت للابليكيشن مينيو. بروح لدروينج بروح ليونيتس. بلاقي هنا المليميتر. هو وحدة القياس بتاعتي. كمان لو رحت للطباعة او البلوتينج. بلاقي برضو هنا وحدة القياس مليميتر. يبقى ازاي فيه انسجام بين بيئة التصميم وبين بيئة اتوا.